مرة سألتكم حالكم ماجنس هو صغير قد يكون جدا سنرى مجموعة من ماجنس عندما كان عمره 13 سنة ضد كاسباروف هؤلاء اللعبين هنا أعظم اللعبين لعب في تاريخ كاسباروف خبروني بالكومنس مين تقولوا أحسن كان كاسباروف أو ماجنس حسنا خلال المجموعة سنرى مقاطعة من هذا الفيديو الذي يوجد هنا يمكنكم تحضروا الانك في التسريب فهذا يبدأ وصل ماجنس وكل شيء وكاسباروف لا يبدو لا يعرفين وين وكاسباروف لمأخره مع أنه الوظيفة في التاريخ كثيرا في هذا الفيديو عندما يقوموا بإيسلان مانجنس يقومون بشكل 700 في العالم وكاسباروف يقومون بشكل 1 يوجد 28 سنة يقومون بشكل كاسباروف يقومون بشكل مال لأنه لا يوجد مكان كنت ونت على كاسباروف فأنا أعتقد أنه لا يستطيع أن يأتي فأنا 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 وصل كاسباروف وبدأ المجموعة في الطعام أنا يبدأ بشكل دفور كاسباروف تكريد ما صنعتي للأعب فأنا بلعب دفور لعب ver sąc4 Bean's Gambit حسن مات أولا sulfer في سنة يهدف تاريخ تجلدпер chase سhertz هناك لديهhh فأنا البعض الآن يأتي نايد ستغرب وهي بشب F5 هنا وهذا غلطة لأنه يوجد QB3 لأنه يذهب إلى B7 و يذهب إلى D5 ثلاث مرات لأنه يخسر البعض هنا سبباً كاسباروف لا يقع بهذا الشيء فهنا لا يجب لعب NF3 في الأول لا يجب لعب NF6 لا يجب لعب NC3 وهنا كاسباروف يجب أن يلعب سمي سلاف مع E6 يجب أن يترك هذا البشب داخل البعض حبسه للبشب ولكن هذا البشب لديه أفكار أو سيلعب كاسباروف V6 و بشب B7 يجب أن يترك البشب أو سيلعب بE5 و بشب B6 و بشب B7 يجب أن يكفونها مع C5 يجب أن يفتحوا الوضع لذلك لذلك لا يجب لعب G5 يجب لعب PIN على النايت كاسباروف يجب لعب النايت و يجب لعب النايت لا يجب لعب E3 يجب لعب E3 بعد أن يجب لعب البيشب حسنا هنا كاسباروف يجب QA5 و QA5 هي المنزل في هذا المنزل ورى فكرة فكرة أنه يحدث هنا فكرة و أنا أقف البن أضمن أربع إفكار يمكن أن يجب كاسل فكرة البيشب و يجب كاسباروف أنه هنا الاسترياد جداً مع برسendy مجنس لديه استرائيل وcticamente جاهز ما إذا استمل برس Nietzsche الطابقة للف bullets مجنس توصف فظيف سنستخدمه إذا استمر شفيف جداً مجنس اضافه من هنا يقول strengths G-3 لن يحجب الانجücken وعشر بتر mere nicht حسنا ما يشفعه صح عنده اسوليتد بامس هل قطعه شوية أحسن والقوين هون شوية مساعدة لذا هون كافة كاسباروف بأي 5 لعب أي 4 ماغنس ما بده يخلي يلعب أي 4 كاسباروف ولعب كوين سي 7 رجع زيح كوينته صار زيح كوينته على أي 5 وعى بي 6 وعى سي 7 بس أبداً هذا كاسباروف وبيعرف شو يعمل شو يحرك كوينته هيك بس لأنه عباله يحرك كوينته فهون كافة ماغنس بأي 1 لعب ه6 كاسباروف رجع ماغنس ولعب بشب دي 6 حسناً ما بده؟ بده ه2 لازم نحمي ه2 او نلعب بشب g3 او نلعب F4 او نلعب اله3 رواء رواء لعب نايت بي 6 كاسباروف وهذا نايت بي 6 كانت غلطة كبيرة لماذا؟ لأنه ماغنس هنا عنده موف كتير حلوة اللي هي بشب تيكس اف 6 ما بده يحمل بشب هنا لأنه عم بياخد نايت هون دينجل لفلز والفكرة انه اذا يأخذ كاسباروف هنا سيخسر الجامب دغري وقفوا الفيديو وقفوا كيف سيخسر الجامب سأعتبر انكم وقفوا الفيديو وموف كتير هنا وهي queen g6 هناك pin هنا لا يوجد كتير ثم اضطر تضيح وقط تضيح بياخد هنا فقط ترجع تضيح بياخد نايتشاك فقط ترجع تضيح بياخد نايتشاك وفارق البضع روك إي فور جي مع روك إي تشفورس فارق الجامب ثم هنا كاسباروف لا يوجد كتير من البيشوب سيأخذ البيشوب على c4 روك روك هنا ما توقع كاسباروف توقع انه سيخسر البشوب ويقفوا الفيديو صح؟ لكن ماجنس هنا كانت تضيح بياخد نايتشاك نايتشاك يفتح تكفرد اتاك عن نايتشاك ويحمل بيشوب ليس باستطيع لماذا؟ لأنه إذا كان يأخذ البيشوب سيأخذ ماجنس النيتشاك سيأخذ كاسباروف إذا أضغب يقف نايتشاك تقرد جي7 تقرد ه7 تقرد جي7 تقرد جي7 تقرد جي7 تقرد جي7 لذي اضافة لا يوجد يأخذ البشوب يجب أن يفتح البيشوب وإذا أضغب نايتشاك سيأخذ البيشوب ونحن أصدق نايتشاك كاسباروف توقع بيشوب حسنًا كيف يحدث؟ سيأخذ البيشوب وإذا كان يطلب قرد كاسباروف عندي هذه الموضة سيأخذ هون أخذت البشوب هون لماذا الآن؟ صح؟ لكن كاسباروف هون كمان لعب نايت تيكس لماذا؟ لأنه ببنى تيكس لكن الفكرة أنه اخذت النايت هون لا يوجد النايت هون يوجد النايت هون اهجم على النايت صح؟ صح فهون كاسباروف مضطر يرجى وإذا ان تظهر على الوضع حسنا النايت هون لا يوجد النايت هون هنا هناك قد تقنى ومع خاصة الموضة التي لقى أبا ماجنس فهو يضغط على مراتين وفيه قد تقنى ورقس بعد ذلك النايت النايت هون يضغط هنا يجب ان يأتي على النايت هنا ماجنس لديه ونرى اللقطات لكاسباروف ما يحدث وخيفين وحيث حاله يخسرون هكذا ورقس دي 8 يحمل النايت هون هون دور ماجنس لعب دي 5 دي 5 هي البست موضة لماذا دي 5 قوية؟ لأنه يفتح الوضع هنا ويستغل أنه يوجد هنا على النايت ويستغل أنه يوجد هنا على النايت ثم لا يوجد يأتي النايت ثم ما يفعل كاسباروف لعب دي 7 فك البست موضة هنا ولكن في هذه الموضة من بعد النايت يجب ان يخسر النايت لأنه هنا يوجد ضغط كثير على c6 كيف تحمل c6 إذا تأخذ هنا هنا يوجد وإذا تأخذ وإذا تأخذ وإذا تأخذ وإذا تأخذ كثير 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 وإذا تأخذ وكيف تحمل بشوف لا يوجد أن تحمل بشوف لذلك هنا يجب كاسباروف يخسر النايت وخسر النايت وإذا تأخذ وإذا فقط وإذا فأخذ موضة أخذ كاسباروف لكنه يجب يدع يدع وعب روك دي 1 وعب كاسباروف يجب أن يسيح وعب كوين هنا موضة وموضة لا توجدها أجلب النايت وضعوني في المقابل ماذا كنت اعبتكم بهذه الموضة ايضا 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 سأعتبر انكم توقفت الفيديو والموضة هنا هي بيشوب سي سيفن بيشوب سي سيفن يضغط على ا5 وخيرا ايضا ايضا ثلاث مرات سوف اربح البان على ا5 مع انه هنا تظهر معقدة كثيرا البان بعد كوين بي ثلاثة لانه هنا اذا تأخذ في ايضا ايضا على بي تو بس هنا يصبح لديك باست بان هذه الفكرة فكرة انه يخلق باست بان ايضا قطع على الورد يجعل ان تفش من البان Oba وهمه لكن هذا ما نشارك في الموضة مغنيت هنا يأخذ كاسفاروف كما نعب بشترانش بهذا الوقت يأخذ كاك ا1 سأخذ قطعه على الارت يأخذ بلعب اسف لا يكون لديك زيائدة لا أريد ان يخاطر فاهم كاسفاروف تغير بي7 وكاسفاروف فاهم هنا انه وضعي ليست جيد انا قطع بعدية يجب ان اخذ بي إصداء وهذا ما حصل ثم يبغطوا جميع القطاع عندما تساعد بيشوب يعني بيشوب العكس الوين بعد وكثير صعب يربحه هذا الانجام فهو اللعبه قليلا وفي الاخر وفي الاخر فهو الانجام وفي الانجام لأنه ماجنس سيخسر هذا البان أحسن لا يخسر G2 سيخسر هذا البان وخلص كان الانجام كانت تكفت هذا ويتفق فماجنس بعمر 13 سنة فقط تعيد مع جاري كاسبروف انتو لما كان الانجام 13 سنة شو كنتو عم تعملو مروا لي لايك وسبسكرايب وحبكم كتير بشوفكم بعدين باي باي